او ميتا في لما سكن واختبأ في القيروان في المغرب فانه وجد ان بلاد الشمال الافريقي اعتنقت فكرة الخوارج كما قلت وكان على رأسها عبد الرحمن ابن حبيب والخوارج يكرهون الامويين لان نحن نعلم ان نشأت فكرة الخوارج لما كان الصراع ما بينه علي ابن ابي طالب وبين معاوية ابن ابي صفيان في صفين فنشأت نشأ فكرة الخوارج الذين خرجوا على علي ابن ابي طالب يكفرونه رضي الله عن علي ابن ابي طالب فكان الخوارج يكرهون الامويين وبالتالي فان عبد الرحمن ابن حبيب الخارجي الامير الخارجي فاراد ان يقتل عبد الرحمن الداخل فعبد الرحمن وجد انه لن يستطيع ان يظل في في القيروان